هرجع حضرتك لزيارة السيد الرئيس إلى الكلية الحربية من يومين كنا كلنا نايمين وكالعادة رئيس ساح الصبح خمسة صباحة راح تبور الرياضة الخاص بطلبة الكلية الحربية تبص على الصورة الله أكبر يعني كل عاوزوا رب الفلق تحس إنه مصنع ما بيخلص مصنع ما بيخلص مصنع صناعة مصرية صناعة مصرية مصريين أولاد مصريين لو روحت أي مكان تاني في العالم الكليات العسكرية والحياة العسكرية غير مرغوب فيها يعني خليه يتكلم بمنتقى الصراحة ويعني كتير من قريبنا وأصحابنا الضباط بيسمعونا دلوقت ضابط الشرطة أو ضابط الجيش داخله مش مرتفع قوي يعني بشتغل في شركة اتصالات كبيرة ممكن داخله بقى أكبر خليه يتكلم بصراحة رغم أنهما بتعلموا كويس جدا وفت يعني ناس بتتمرن كويس وحياته بص على المظنظر بقى بص على الصورة دول ثروة أنت تملكها يعني ميجي يقولك إيه؟ الجيش والشعب إيه دي واحدة؟ لأ يعني هو الجيش هو الشعب بس عشان الناس اللي حطت الواو دي أنا مش موعجب بيها قوي يعني الجيش هو الشعب أنت بقى دي دي الثروة اللي أنت بتتباهى بيها يقولك ده أنا رايح أموت عشان خطر بلدي هلا بتعلموهم كده إزاي؟ أنا الصورة دي يا جماعة وقفت قدامها كتير جدا زي ما وقفت قدام التوابير اللي قدام التقديم على الكليات العسكرية أنتوا شعب جبار شعب ملوش حل الدخول للكليات العسكرية يعني شرف رغم أنه يعني شاق وحياة شاقة وحياتك كلها بتتغير وحياة أسرتك وزوجتك وأولادك ويعني أمور قاسية وبتقعد فترة خدمة طويلة وبتبدأ بالكلية الحربية مبكرا شاب صغير بتحرم من الحال المدنية ورفاهيتها رئيس الدولة الصبح بيدي رسالة خلي بالك بقى عشان الكلام ده مش عندي دول تانية فأنت بتتباهى بما تملك بتتباهى بما تملك قبل كده قلت لحضراتكم اللي عنده فدان أرض بيتباهى بيه ما بنا كانت عندك كلية حربية طلعت ضباط وقضت جيش ورؤساء أركان ووزراء دفاع وتسليح ما حصلش بص المنظر وشوف بص صناعة إيدك يعني خلي بالك مرة تانية هقولك الجيش والشعب الجيش هو الشعب الشعب هو الجيش ده رصيد ليك ده زخر انت موجود اللي موجود ده محمد وعبد الله وعلي ومحمود ولاد الحجة محمد ولاد أستاذ محمود دول ولادك دول صناعة إيدك التدريبات ومبنى الكلية الحربية ده أنت اللي دافع تمنه كل ده انت اللي دافع تمنه كل ده رصيدك في البنك كل ده انت بإيدك اللي عملته طيب الروح بقى القتالية اللي عند الناس دي جات منين أما تلاقي الزباة تقولك أنا بتمنى روح شمال سيما ده أنتو ده أنتو ملكوش حل ملكوش حل لما توقف بالشكل ده وشباب يعني عشرينات وأول التلاتينات وبتاعه بيتسابقوا عشان يروح عشان يعني يقولك أمود بس بلدي تعيش ده اللي إحنا بنا نفرد به ومع كامل احترامي وتقدير الدول كتير جدا عربية أو إقليمية أو أوروبية شبهنا ده مش موجود مش بنقوله كده عشان دي بلدنا أرجو الناس اللي سفرت برة وعاش ببرة في أوروبا تعرف هل هناك إقبال من الشباب على التحق بكلية العسكرية زي موجود في مصر اللي لا ويبقى حكم موضوع حاجة كمان رئيس الدولة خلي بالك عندما ترتب كلمة لرئيس الدولة ده كلام مدروس يعني أن الرئيس يريد أن يتحدث يبقى فيه ميسج فيه رسالة قال إيه الرئيس في الوقت ده قال أي شيء اتحقق في مصر ده بفضل المصريين أنا واقف عند هذه الرسالة وهذا الدستور الذي وضعه رئيس الدولة الحالي جرى العرف في كل الدول العربية والإفريقية والشرق أوسطية وبعد الدول الإفريقية أو كثير من الدول الإفريقية وبعد الدول الأوروبية أن الرئيس دائما يقول أنا صنعت الرئيس الأمريكي يقول لك أنا عملت فرص عمل أنا عملت من أنا تمام كده؟ احنا على الهوى هو بنتكلم والدنيا تمام رئيس الدولة اللي موجود دلوقتي بيقول لك مش أنا مش أنا اللي عمل المصريين وده شوفوا بقى ده بداية بناء الإنسان المصري بداية بناء دولة لها رئيس مش رئيس له دولة كنا زمان كده دلوقتي دولة يقول لك أنا عملتش المصريين اللي تحملوا أنا وضعت سياسات وكنت أقسمت يمين فكنت بالأمانة المتطلبة لقسم اليمين عشان أحافظ على المال العام للبلد وعشان أبدو الأقصى ما في وسعي من ساعات عمل ولقاءات وتنوع وواء إلى آخره وأحاسب بجدية وأحاسب بضمير وبالتالي جاء دور العمل أنا قديت عمل أما فرض لكن من فعل وتحمل هم المصريين امضاء رئيس الدول ما كانش بيحصل يعني ما كانش بيحصل أنه ده سلو البلاد اللي زينا وبالتالي وجبه وجبه على رئيس الدولة وفعل ووجبه علينا ونفعل أنه حي مرة واثنين وثلاثة واربعة الشعب المصري بحي كل الست بيبع عندها مشكلة أخر الشهر وآخر خمس تيام في الشهر لأنه تعبت الفترة اللي فاتت بحي الناس اللي تحملت الزيادات اللي حصل بحي الناس اللي بسببهم صندوق النقد الدولي طلع بيان يقول مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي بحي الناس اللي فقرت في أجيال جديدة جاية كانت هتعاني كثيرا عشان خاطر نطلع من الكابوة اللي احنا فيها احنا لسه ما خلصناش وإحنا الدنيا عندنا مش وردي ومحدش يقدر يطلع في الإعلام ولا من الحكومة يقول كده احنا بدأنا طريق صحيح أنا كنت في موقف لا أحسد عليك دولة في الفترة من 2011 حتى 2013 كنت في موقف صعب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا الآن أستطيع أن أقول أنني على الطريق السليم ما بقولش أن أنا عشر على عشر لكن بقولك أنا بديت وإن شاء الله يعني كل هذه النتائج نلقاها في وقت قريب جدا